اشتركوا في القناة ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن ان اتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا صدق الله عظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اخواني رحب بكم في هذا اللقاء المبارك وفي اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ احمد ديدات ويسر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن ترحب بكم وأن تلتقب بكم في هذا المساء الطيب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي جعلت من أهم أهدافها نشر الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية ومن أهم أهدافها تعريف المسلمين بواقعهم وبواقع إخوانهم الآخرين وما يعانونه من أزمات ومشكلات وقضايا وإذا كان ظهور الهيئة الخيرية الإسلامية كما تعلمون نتيجة اجتماع المجمع الكنسي في كلوراد وقوارهم لجمع ألف مليون دولار لتنصير المسلمين فاجتمع أهل الخير من أهل الفضل والعلم ليجمع ألف مليون دولار لإنقاذ المسلمين والهيئة بدورها تدعوكم للمساهمة لدعمها ومساعدتها في إنقاذ إخوانكم المسلمين الذين يعانون من المشكلات والهجمات التبشيرية والتنصيرية عليه وفي هذا اللقاء البارك مع فضيلة الشيخ أحمد جداد نعيش هذه اللحظات نتعرف من خلال هذه المحاضرة ومن خلال هذا اللقاء على واقع إخواننا المسلمين وما يعانونه من مشكلات وما هو واجبنا نحوهم من مساعدتهم وإغاثتهم وعونهم فليتفضل الشيخ مشكورا واجزاكم الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان عباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأشهرتكم واموال اخترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسكين صدق الله صدق الله مالعظيم ملتان سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ بالنس بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ بالفلق بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله and on and on every surah begins with these beautiful words of praise of Allah in the name of Allah most gracious most merciful here is a surah توبة مو بسم الله لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولكن هذه السورة هي وحدها لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم why is there no bismillah? our learned brothers they tell us that this surah begins with an ultimatum the mushriks of Makkah had broken a treaty they had entered into a treaty with our Nabiya Kareem صلى الله عليه وسلم and unilaterally on their own they broke that treaty so Allah bari ta'ala gives them three months put things right or a declaration of war by Allah and his messenger and by the time he reaches verse 3 he says وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ and give tidings to the kafir on a grievous penalty so when a surah or a chapter or a warning begin delivering an ultimatum it does not call for the bismillah هذه السورة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إنما تبدأ ببلاغ موجه من الله سبحانه وتعالى عندما خلق مشرك مكة معاهدتهم واتفاقيتهم مع النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم فترة قصيرة ثلاثة أشهر إما أن يصححوا موقفهم أو ينتظروا الحرب معلنة عليهم من الإسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام it is exactly like the situation is exactly like you visiting London with your wife and children and somebody snatches your wife's handbag and starts running away so you rush after the thief and you catch him and what do you say you say السلام عليكم ورحمة الله وبركاته if you don't give my wife's handbag back return it I'll break your neck for you is that what you do or if it costs of breaking somebody's neck you say hey give that bag back otherwise I'll break your neck for it do you start السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm a nice kind hearted Kuwaiti from Kuwait we are good Muslims and now I ask you to return the bag is that how you talk no you say give the bag and I'll break your neck Allah bari ta'ala does the same ultimatum is a get things right three months otherwise war هذا موقف يشبه مثلا لو زار أحدكم لندن على سبيل المثال ومعه زوجته وجاء شخص وخطف حقيبة يدها سيرقد وراءه وعندما يمسك به هل يقول له السلام عليكم ورحمة الله بحنان ورقة ويقول أعطني الحقيبة أم ينذره إن لم يسلمها سيكتر عنقه هكذا الله سبحانه وتعالى عندما خرق المشركون المعاهدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنذرهم بتصحيح الموقف خلال ثلاثة أشهر أو تعلن الحرب عليهم من المسلمين بحيثم من المشكلة من المشكلة محدد بسورة فقط سورة بسم الله أين تجدتها؟ تجدتها في سورة طوباء أين تجدت تجدت تجدت؟ لا أعرف، لم أكن لديت أمتعالى إلى أعباء بردن إذا شخص يخبرتك هذا في سورة طوباء، تجدتها لا أعرف كيف سهل منك أن تجدت هذه سورة أو أي أيضا سورة، شخص يسأل لك، سورة بني إسرائيل، أين تجدتها؟ سورة ياسين، كيف تجدتها؟ سورة طلاق، كيف تجدتها؟ أنا لا أعرف. ولكن للمساعدة المساعدة، جداً. أستطيع أن أخبركم. 90% من المسلمين العالمين لا أعرف. أنا لا أعرف. أنا لا أعرف المساعدة. لذلك أنا أتحدث لكم. أين وكيف تجدون هذه الآية في هذه الصورة الفريدة التي ليس بها بسم الله الرحمن الرحيم؟ والواقع أنني لم أسأل أحدا منكم في البداية كيف يجد الآية أو السورة في مصحف مترجم كهذا؟ ربما كان سهلا على الناطق باللغة العربية أن يجد الآية والسورة في المكان الصحيح من المصحف. ولكن بالنسبة لغير الماطقين بالعربية في المصحف المترجم، فكيف يجد الواحد منهم صورة أو آية فيها إشارة إلى شيء ما؟ كيف ندله عليها؟ ففي هذه النسخة المترجمة من القرآن وفي هذه النسخة الكريم يوجد فهرس شامل في آخرها وهي عبارة أي هذه النسخة عن حوالي ألفي صفحة وبالفهرس هناك الدليل على كل آية وكل سورة فمن يبحث عن سورة التوبة تحت حرف تي للإنجليزية إن كان غير ناطق بالعربية يجدها السورة رقم تسعة ويبحث عن الآية رقم أربعة وعشرين فيتعرف عليها وكذلك هناك موضوعات مختلفة يعالجها القرآن الكريم كالزواج والطلاق وغيرهما مثلاً فبإمكان الباحث عن أي مصدر أو أي إشارة تتعلق بهذه الموضوعات أن يدل نفسه بسهولة من خلال الفهرس في نهاية هذه النسخة المترجمة من القرآن الكريم وهناك نسخ كثيرة متوفرة منها تباعهم هنا في الكويت وقد أحضرت من جدة بالسعودية والنسخة المذهبة بستة الدنانير وغير المذهبة بخمسة الدنانير ولكنها نسخة قيمة جداً لأن بها الآيات العربية باللغة العربية آية آية ومقابلها الترجمة بالإنجليزية كل آية مقابلها ترجمتها وبشكل واضح أيها الإخوة العرب المسلمون أنتم أنعم الله عليكم بأن أنزل اللهم القرآن بلغتكم فأنتم لستم بحاجة لقراءته مترجماً ولكن إذا كنتم تطمحون وتأملون في نقل رسالتكم السماوية إلى غير المسلمين فأنتم بحاجة إلى هذه الترجمة حتى تتمكنوا من مقاطبة غير المسلمين بما هو فيها من كلام الله عز وجل You Arab brothers, who want to do dakwah and if you can.. speak English. I said, you need the translation reason that, though you understand it direct yourself but you must find the right terminology, the correct words to deliver the message مثلاً، اعتقد أن كل المسلمين تعرف بعض سورة من القرآن، بعض سورة من القرآن، بعض سورة من القرآن، أيضاً إذا لم تكن حافظ القرآن، تعرفون ذلك. مثلاً، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، واسقالت الملائكة يا مريم، واسقالت الملائكة يا مريم، إن الله استفاكي وتحرك، واستفاكي على نساء العالمين. Now, you are trying to tell this to the non-Muslims, to the Christians who visit your country. The Sri Lankan, the Ceylonese, or the Britisher, or the American, you come into contact with him, and you want to explain to him that we Muslims, we also believe in Hazrat Isa A.S., Jesus Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention. We believe that he gave life to the dead by God's permission and he healed those born blind and the lepers by God's permission. Now, when you tell the non-Muslims these things, they think that you are trying to get curry favor with them. They think that you want some chocolates or cigarettes from them. Therefore, you have to take them to the Qur'an. And while chatting, he said, do you know what the Qur'an says about Hazrat Isa A.S.? He says, no. I said, then listen. And you start. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ In the name of Allah, most gracious, most merciful. وَإِسْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ So behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ Allah has chosen thee. إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَانِسَائِ الْعَلَمِينَ He has chosen you above the women of all nations. Now, if you learn this of the ayahs you know, I take it. But now if you learn the English as well, you are able to deliver the message precisely exactly as you ought to. Instead of saying, he says, you know, in the Qur'an Allah says, and you quote, وَإِسْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ He says, you know, God Almighty, he told Maryam, O Maryam, Allah like you very much. You know, you are very nice. You are murdering the Qur'an. And while you are talking, you are hesitating, you are looking for the right, correct word, and you are doing eh, eh, eh. And they are thinking that the Qur'an is doing eh, eh, eh. when it is you who are a false. So therefore, you need a translation so you can learn it off and deliver the message. And you, dear dear, You are, dear, you are, dear, you are not having to understand the Quran. You are having to understand the Quran. You are, dear, ولكن من يتصدى للدعوة للإسلام بين غير المسلمين عليه أن يطقن الترجمة الإنجليزية لأنه بحاجة إلى وسيلة لمخاطبة المسيحيين وغيرهم ممن يفدون إلى بلادكم سواء كانوا من أمريكا أو بريطانيا أو سيناء أو أي دولة لا تتكلم العربية فأنت عندما تطقن الترجمة للآيات الكريمة تستطيع أن تسلح نفسك بسلاح قوي تقوم بالدعوة من خلاله للإسلام العظيم ومن خلال الآيات القرآنية فمثلا لو خاطبت مسيحيا قدم إلى هنا وقلت له نحن نؤمن برسالة عيسى أيضا ونحن نؤمن بأن ولادته كانت معجزة وبكذا وكذا وكذا وأن الله اصطفى مريم على نساء العالمين إن لم تأخذه إلى القرآن وآياته الدامغة التي تقنعه فأنه سيعتقد أنك تغشه أو تضحق عليه فكيف تنقل القرآن إليه برسالة واضحة إنها من خلال إتقان اللغة التي يفهمها حتى تحاوره وتكون مقنعا فتخدم بذلك دينك وأمتك ورسالة نبيك عليه الصلاة والسلام وأيضا تحتاجون هذه النسخة المترجمة لأولادكم فبإمكانهم أن يقووا لغتهم الإنجليزية من خلال قراءة ترجمة القرآن فبهذه الطريقة يحفظون القرآن وترجمة القرآن وعندما يختلطون بغير المسلمين بإمكانهم أن ينقلوا الرسالة إليهم وبإمكانكم أيضا عند اقتناء نسخ كهذه أن تخاطبوا كل إنسان غير مسلم تريدون نقل الدعوة إليه سواء في مكان العمل أو في أي مكان أو مناسبة أخرى وقد أحضر أخ مسلم لكم من جدة نسخا كافية تعفيكم من عناء البحث عنها في أماكن أخرى إن كنتم تريدون اقتناءها وأنا أقول أنها ضرورية ولازمة وهي متوفرة في هذا المكان في الخارج وفي أماكن أخرى في الكويت أعود إلى سورة عبا آية نمبر ثلاثة أعطيت أعطاء للمشرك وفي الآية الثالثة من سورة التوبة يصدر التحذير من الله سبحانه وتعالى المشركين وما أن يصل الكلام إلى الآية الرابعة والعشرين حتى يلتفت الله سبحانه وتعالى بكلامه لنا لنا نحن المسلمون يقول له سببه نبيا كريم صلى الله عليه وسلم قل تلهم 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 إن كان عباؤكم eternal اول guru ... وهم و أبناءكم وуры وَابنائكم وإخوانكم وَاَبْنائكم وَعِالْا وَأَذْوَاجكم وَأَذْوَاجكم وَأَوْنِICA وَأَشِيَرَتَكْمَ وَأَعْمْنُوْا وَأَمْوَالُنِكْتَرَفْتُمُوْهَا وَالُّوْا أَمْوَالُّٓا معارضة وَأَحَبُّوْ لَيْكُمْ مِنَا الظَّهِ ... ... ... إذا كانت يحضر Gray في الله واضح ، فتربسوا ، إذا فتربسوا ، تنتوقف، حتى يأتي الله بأمره حتى أجل الله سمع لها جهدت. حتى يأتي الله بأمره فى استردادك تنتوقف عن تردادك compensation ، ان تفعل ليس لكل العمل ، اللeh لديك مشكلة لتعلق ، ان تفعل الأمر ، تحب Liqui ، ومعاوظ ، ومعاوظ ، ومعات ربس ، ومعاوظ ، ومعاوظ ، and with Rasûl in doing jihad in Allah's way Allah says فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْثِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِمْنَ اللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِكِينَ for Allah will not guide a falsic people he's addressing you and me we who pray five times a day pass for one whole month go for hajj and read the sudh He's telling you and me a falsic people if you don't do your duty for your worldly consideration Allah says you are a falsic people ان الله ينذرنا في هذه الاية الكريمة طبعا لن اذكر الاية كاملة لانه قالها باللغة العربية ولكن معناها اننا ان لم نقم بواجبنا تجاه ديننا الحنيف وان كانت الامور المذكرة في الاية احب الينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فاننا سنكون فاسقين والله لا يحب الفاسقين هذا انذار وتحذير من الله سبحانه وتعالى للمسلمين الذين لا يقومون بواجبهم تجاه الله ورسوله find excuses all your excuses are covered what are your excuses for not doing the work what are your excuses for not delivering the message of islam to the world yes maybe it's your wife you have a christian wife you have a christian brother-in-law you have a christian mother-in-law these are considerations you have to think your wife will be offended what is it your business this is you know that we won't do business with us what what are your considerations allah has covered them all to give an example of how a wife can change the man i happen to be in pakistan in a city called sealkot sealkot is in the border with india the christians are boasting that there are two hundred thousand christians in sealkot i go there on a lecture tour and after the lecture questions and answers when the whole meeting was over about eleven at night i'm trying to move to my hotel and while i'm going passing there's a group here there's a group there there's a group of people chatting 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 i'm passing one group and a brother shouts at me said excuse me mr didak so i look at him he said what is the use of all these munazerat in other words why are you doing this work what is the benefit he wants to know what is the benefit of these munazerat and he says what is the benefit of these munazerat that can help the muslims from the remazerat and the message of the remazerat is the bride or 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 the work of these all these all are a these all are a and they want to see in a place that happened in pakistan when he was in a city of syalcut on the west side of the hens وهناك المسيحيون يفاخرون بأن لهم 200 ألف مسيحي وقد حضر مناظرة من المناظرات وفي النهاية حوالي الساعة الحادي عشر ليلا عندما انتهت وكان في طريقه إلى الفندق تجمع كثير من الناس وتقدم له أحدهم وقال له يا أخي المسلم أيها الشيخ الكريم ما هي الفائدة من كل هذه المناظرات التي تعقدها هنا So I turned to him, I said, brother, you were with us for two hours Did you in any way benefit anything? Did anything benefit you at all? So he tells me, he said, look, I'm asking you, you don't ask me So it appeared the man was ready for a fight So I turned my attention to the people surrounding him I said, brothers, brothers, you people were here for two hours Did any of you benefit in any way? And nobody opens his mouth Shut And the Pakistani is not that type of a person The Pakistani is a very militant fellow I don't know whether you know He's a militant fellow, he's a fighting nation The Pakistani They're my people I know them They're fighting people They won't just keep quiet But silence I says, no, this is something very unusual Too hard for me to handle So I walked away فقلت له يا أخي كنت معنا مدة ساعتين فماذا استفت قال أنا أسألك ولا تسألني فالتفت إلى الجمهور الموجود هناك فقلت لهم يا إخوتي لقد حضرتم معنا ساعتين فماذا استفتتم أو فهمتم لم يرد أحد وكانوا كأنهم صم بكم لا يفقهون فقد استغربت من هذا الموقف لأنني أعرف أن الباكستاني محارب وقوي وجري فما الذي حدث إذن لابد أن هناك شيئا ما في الموضوع While I'm walking away my companion he tells me He said, do you know who the man was I says, no He said, that man is the biggest industrialist in Sialkor Number two His wife wife is a German lady She is a Christian missionary in Sialkor And their house is the center of all Christian missionaries Coming into the city وبعد ذلك سألت عن ذلك الرجل فعرفت أنه من أكبر رجال الصناعة في المدينة وأن زوجته ألمانية مسيحية ومن الإرسالية التبشيرية هناك وأن بيتهم كان مركزا ذات تبشير So when I, people who ask me questions Why don't you leave the Christians alone You know, there are good people When they talk like that Sooner or later If I have the time I find out that the brother He's contaminated Either his wife is a Christian Or he's got a Christian girlfriend Or somewhere around his mother was a Christian You know, and on and on That something contamination had taken place Somewhere along the line إذن فعندما يتقدم شخص كهذا ويقول ما لك وللمسيحيين إنهم أصدقاء ومسالمون دعك منهم لماذا تناظرهم وتحاورهم إذا بحثت عن هذا الأمر فربما أجد أن زوجته مسيحية أو له صديقة مسيحية أو يتعامل مع تاجر المسيحي إلى آخر ما هناك أي أنها مصلحة شخصية تجعله لا يقف مع دينه وإنما يعطل من يتصدى للدعوة للإسلام My dear brothers For reasons I don't know why The Qari who read the Qirad to us At the start Our Qari, your local Qari Who was reading the Qirad You know, he was reading from Surah Maryam He was reading from Surah Maryam Where is Maryam? If you have this translation Chapter 19 You'll find Surah Maryam Very easy to find 19 Surah Maryam He was reading from Surah Maryam And among the verses that he read I repeat There was no arrangement between me and him Wallah, for the first time in my life I ever saw that brother Was while seated here I saw him I never exchanged a single word with him What he must read Or what he mustn't read What made him to read what he did You ask him He's your local man Why did he read those verses? I don't know But ask him Why did he read? But this is what he read He was giving us a message He gave us a message He gave me a message What to talk about? He said وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّهْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ وَتَنْشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْزِبَالُ حَدًّا أَنْدَعُوا لِلْرَّحْمَنِ وَلَدًا أَنْدَعُوا لِلْرَّحْمَنِ وَلَدًا وطبعا من السهل عليكم أن تجدوها سواء في هذه النسفة أو غيرها وأعتقد وإن كان بدون ترتيب مسبق بيننا فأنا لم أره من قبل ولم أتحدث معه لكنني أعتقد أنه قدم لنا رسالة بتلاوة هذه الآيات عما يدعي أولئك الناس أنا أعتقد أن هذه كانت أول دنسفة في أحيانك أنت ذهك تسمت هذه الآيات يجب أن تسمتهم بها في الصلاة الإمام المتحدة لديك في تراغي، في رمضان يجب أن تسمتها في المسجد يجب أن تسمتها لم أدعي أبض السلام أبد الباصر تسمتهم بها هذه الآيات لديك الآيات أنه بقيت بإمكانه شكرا، ممتعا بمثال، ومعا بخير، وما يصبر للأسورة، ويمكن روح لرى براثلته بشكل عقابي بنفسه، ومعا براثلته، معك رغبت عقابي، ويأرأى وراثلته، ومعا ماذا يرى، يسقط الامتعان من الواضحاً بإسترداء, الله أكبر، الله أكبر، يجب انتقاد قضي عبد السمد من الدفور، مالذياء، و الناس يتكلمون الله أكبر الآن يتكلم من المعرفة فيني أريد أن أعرف لماذا يتكلمون الله أكبر هل هو المسجد أو الموسيقى وأنا متأكد أنها ليست المرة الأولى التي استمعتم فيها إلى مثل هذه الآيات سواء من المقرأ أو من إمام المسجد في صلاة التراويح أو في أي صلاة أخرى وأن لقد استمعت أكثر من مرة للشيخ عبد الباصط عبد الصمد وهو يجود القرآن بنفسه الطويل يمد الآيات والآيات وأسمع بعد كل قراءة يقول الناس بصوت عال الله أكبر الله أكبر فهل هذه الله أكبر لفهم رسالة الآيات المقرؤة أم للموسيقى والنغم والصوت الجميل للمقرأ في ذلك الوقت هذه الآيات يجبني أن أتكلم لأن الله يتكلم لذلك يقول الله باري تعالى هو يتكلم هو يقول وَقَالُ تَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَخَذْ الرَّحُمَنُ وَلَدًا تِ Peterson ما سلت فعل؟ ما سلت فعل؟ تعرف؟ تلعون الأولين، تشاركوا لديهم فقط لو كانت أيها المنزل، وغيرها، وعندما يقول إنساء، أحب الأمر، لا أريد أحدك فقط فزين، كل نظر السبب أمك فتاك فتاك فلن تنسى، لن تسرق ، لقد أتحدث سبب، فلن تنامي ده أمك فتاك 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 كما رأيت لو أثارني أحدكم مثلا وأغضبني وأهنته بكلمات سيئة كأن أدعوه مغفلا أو حمارا أو ما شابه ذلك فما الذي يحدث ربما يضحك ويقول هذا الرجل العجود فقد أعصابه وغبض ولكن لو كانت زوجاتكم وبناتكم مثلا فربما يكون الرد مختلفا عن ذلك فما يكون في أخطاء شخصا عندما يذهبت من هذه المتحدة وعضبك ذلك الآن يقول لك أن هذا ميزباً يتحدث شخصاً بالتالي فقد كانت جداً أردى أنك تعالى أستطيع أن تغلق أستطيع أن تأهدد أستطيع أن تغلق تستطيع أن تغلق وتستطيع أن تغلق هذا الفضل وإذا كنت تغلق فقد يمكنك أن تغلق نحن لا نتحمل شخصا لو أهان زوجاتنا أو أمهاتنا أو بناتنا ولو عاد أحدكم إلى بيته واشتكت له زوجته من إهانة لقيتها من جار أو جار مثلا سيزداد غضبا ويثور ويحاول لو استطاع أن يسكت الذي أهانها إلى الأبد أن يقضي عليه وأن لم يستطع ربما يؤجر شخصا ليقضي عليه نحن هكذا في طبيعتنا لا نتحمل الإهانة لزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا لكننا سم несعجل أقوم بأننا نحن ما أتمنى م一定要 أن نعاء الله أكثر علينا هذا هو خلال هذا منرنا نحن المنزل aconteceu نحن ما أننا نحن سعجلنا بأننا نحن بيrillاب الله وَلَكِنْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَنَحْنُ نَدَّعِي وَنَفْتَخِرْ بأننا نحب الله أكثر من أنفسنا وبناتنا وأزواجنا ومن كل شيء هل عندما نسمع هذا الإدعاء الباطل على الله سبحانه وتعالى هل نهتم الإهتمام الكبير ضد أولئك الناس كما نهتم عندما تهان زوجة أحدنا أو ابنته ما الذي يحدث فهل تحكم بإمكاننا سبحانه وفقا للتحكم باقدنا جزيلاً ان نكمل المشارك في ١٠٠٠٠ سبحانه رائعن ولكننا وعلى مدى 1400 عام قرأنا القرآن الكريم ومررنا بمثل هذه الآيات ولكن هل قمنا بأي جهد أو عملنا أي شيء لنبحث عن هؤلاء الذين يدعون الباطل على الله سبحانه وتعالى وقمنا بما يجب علينا أن نقوم به طبعا لم نفعل شيئا من هذا في العالم المنطر الياhte من الkarang 90% من الملطرين director الإسühl هذا عالم سنlearning وتمكن أن تطيع تطعون لديهم مفضل جيدة تذكرنا لأننا لا نستخدم القرآن بأن لنستخدم القرآن سلطة على قصة حولنا أننا يكون feito جادة لنستخدم لنستخدم موجودة أخرى نستخدم لدينا مأسفلنا لدينا الحُفال يسرون القرآن لدينا نستخدم أحد نسم لدينا شمال لذلك نستخدم جيدة ولكنني أريد أن أردت أنا أردت نذكر ما شاء الأراب المسلم hasn't bekommen في العالم الإسلامي نجد أن أكثر من 90% من المسلمين هم من غير العرب وهؤلاء ربما يكون لهم العذر لأنهم لا يفهمون لغة القرآن جيدا ولقد تعلمنا بنظام معين يجعلنا نحفظ الآيات ونرددها ونسمعها من القراء والحفاظ ولكن دون أن نفهم المعنى جيدا أما أنتم وهو لغة بلغتكم فعندما تقرؤون وتفهمون جيدا ما الذي تفعلونه تجاه مثل هذه الأمور Brothers, what am I going to suggest to you? The next Christian you meet, bash him on the head, put a knife through him, or shoot him, what? No, no, that is not the answer, Allah gives you the answer in the Holy Quran He tells you what to do, He says أُضْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ أُضْعُوا إِلَى الْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنِ أُضْعُوا إِلَى الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ طبعا إلى آخر الآية يعني هذا هو السبيل ولكن علينا أن نبدأ ونتحرك Now a system I have used You see the Christian The whole Christian world They have the catechism In the teachings they say That Jesus Christ is the only begotten son Begotten not made That is how they write in the catechism And Jesus is the only begotten son God has got many sons they say But those sons are figurative Not literal Jesus is not like that He is not like Adam Adam they say is the son of God But God made him Jesus is not like that He was begotten not made In the world That is how they regard them ويدعون بأن عيسى عليه السلام هو الرسول الوحيد الذي ولد للرب أو لله سبحانه وتعالى فكل الأنبياء أبناء الله كما يقولون ولكن الآخرين صنعهم الله وكونهم ولكن عيسى هو الوحيد الذي ولد لله ولادة لأنني أدت العظيم شيء الذي سبحانه ولم يقوم بأنك أن أعلم وشراءFA أو آخرين أو دليل أو الدول أو آخرين أو الهدو أو دور أو أي خلالة رأيم أو رسول أي خلال انه يتكلمون تقسمون بما أعلم عندما تقول أننا بغثة في وقت ما تريد أن أقولون سألتم ذلك شكرا وَاللَّهَا أخبرتكم فقط هذه صحيحة جميلة فقط اخبرني عندما تقول جيسوس هو أولاً أسنى 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 ماذا تريدون أن أخبرني؟ أخبرني في 50 سنة لا يوجد كريسيان بذلك أولاً أخبره لتعلم ما يحتاجه وطريقتي في مواجهة هؤلاء المسيحيين من غير الناطقين بالعربية وغالباً باللغة الإنجليزية أن أقول له تعالى يا أخي المسيحي ماذا تقصد عندما تقول عيسى هو الابن الوحيد المولود وغيره مصنوعون صناعة ما الذي تقصد؟ وخلال خمسين عاماً صدقوني أنني لم أسمع إجابة من أي واحد منهم فقط أولا يمكنني أن تكون بخيرا بها. إذا لم يكن تفتح فيها وضعها لديهم سيكون في مدينة. لديهم سيكون في المتحدة. وأنا أريد أن أريد لك بعض الأسباب. أريد أن أريد أن أعطاكم. أريد أن أعطاكم ما يحدث. ما هي لما هي تقولون. ما هي تقولون. لكن لكنني أرغب هذه الأجراء. أريد أن أعطاكم هم هنا. فكتبون يقولون لي أن أتحققكم. أحيانا أنني أخبرك كثيرا بأنني أقول أن الحياة عن حتى على فرصة. إنني فقط أنبهكم لتستيقظوا من ثباتكم وإنني فقط أنبهكم إلى الفطر الداهم الذي يشبه الحريق في البيت فنحن إن نبنق بواجبنا فتنطبق علينا الآية فتربصوا إذن إن الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الناس ضدنا مرة أخرى ليعاقبنا على تقصيرنا في حمل الرسالة فهم يطرقون أبوابنا نسمعهم بالإذاعة وبالمراسلات وبوسائل مختلفة فما هو موقفنا إنني عندما أنبهكم هنا أو في أماكن أخرى قد يعتقد البعض أنني أهاجمكم أو أهاجمهم ولكنني فقط وصدقوني أنبه إلى مكان التقصير وإلى مكان الداء حتى نجد معا الدواء بهذا الموا karma الم Morocắt على مكان التقصير الرسالة للذ warmتاوي الرسالة للذيذة من هذه المواقعات. و هناك ترى المواقع من شخص أو كوريان. هو اسمه هو جون لي. هو يتحدث عن المواقع عن المواقع المواقع العربية المواقع العربية المواقع العربية المواقع العربية و في ذلك يقول مع كثير من الأشياء فقط أحد أساسي يقول أنا في سعودية العربية من إنتاج من سعودية العربية إلى شفاءه إلى شفاءه يقول أنا في سعودية العربية حقاً حقاً في العقل أخرى حقاً في كويت ويوجد في ساودي عربية وانه يسأل لهم ماذا يجب أن يفعلون لعب العربية ماذا يجب أن يفعلون وماذا يجب أن يفعلون الوقت الآن يجب أن يفعلون العربية مع العربية هذه نشرة مسيحية بها صورة لشخص اسمه جون لي وهو كوري يقول فيها في جزء منها أنه ذهب إلى السعودية بعد أن كان في الكويت ويبين لجماعته بأن هذا هو الوقت المناسب جدا لنشر الإرساليات التبشيرية في العالم العربي الإسلامي تلك المنطقة الغنية ويقول الآن هو الوقت الآن هي الفرصة لنعمل هناك وهو يبين لهم طبعا كيفية العمل وكيف ينجحون فيه وفي اليوم الأول لمحاضراتي في هذا البلد عندما أشرت إلى ما يقوله ذلك الكاتب في هذه النشرة اعتقد أحد الجالسين معنا أنني هاجمت الكويت عندما قلت أن جون لي هذا هو كما يقول في نشرته أنا وصلت السعودية قادما من الكويت أنا وصلت السعودية مرة أخرى سنوات عربية ويواليس يتحق بكعالك. هذا كل شيء. أنا أتبعاكم أن هذا هو مرة أخرى أن الجانبية. كيف يتحق ؟ كيف يتحق؟ أنه ليس ليس مميزن. لكنني أتبعاكم بكأنه أنت كل شيء قام بأمر. إنه سيصبح لك سيكون لديهم. فعلا عندما هتبرك؟ لا يمكنك تحقن المشينار لنصبح إلى كويت. فلقق هذا الأمر. لديك الكثير من الناس لديك أخرج. كل الذي أقوله نقلا عن هذه النشرة هو أن هذا الشخص وأمثاله يخططون لتدمير المسلمين ولكن كيف دخل هنا أو ذهب إلى هناك هذا أمر ليس من شأني فأنا لست مسؤولا عن هذه الزيارات والتحركات أنا فقط أنبه كيف دخل وكيف ذهب وماذا يقول أنبهكم لهذا الخطر المحدق الذي يدهم هذه المنطقة here is a reproduction from another christian book called the gospel in many tongues different different languages the gospel there is so called in jeel in many tongues and they give here samples of 11 different arabic bibles 11 different arabic bibles different script different lahja different dialects am i attacking you i am only telling you that the house is on fire they are doing something they are planning your destruction and when i tell you that i am attacking you وهذه نشرة أخرى من كتاب مسيحي يبين أنهم أعدوا 11 صيغة من الإنجيل المحرف أو من الكتاب المقدس كما يقدمونه ب11 لهجة عربية أي لكل شعب عربي بلهجته المحلية فهل عندما ننبه إلى هذا الخطر نحن نهاجم العرب لا بالطبع إننا فقط ننبه إلى هذا الخطر هم يخاطبوننا بلهجات مختلفة ليبعدون عن اللغة العربية الأصلية لغة القرآن وهي اللغة الواحدة فيقولون لهجة للكويت وأخرى للسعودية وثالثة لمصر ورابعة لتونس وأخرى للجزائر وغيرها للمراكش المغرب إلى غير ذلك هم يقدمون هذه الصيغ بلهجات مختلفة يقصدون التأثير على الناس بلهجتهم المحلية هناك هناك الكرسيان 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 إنه لعمل هم ليس للمسلما ليس للمسلما ليس للمسلما ليس للمسلما ليس للمسلما ليس للمسلما ملعبة لُفرق عربي ليستحترق من غير خطر كمشل المتحدث because they think that we are all beggars with your millions they still treat you like beggars says bakshish you know our forefathers were very poor might have been used to bakshish bakshish now he says here bakshish for you the holy bible free of charge take it you beggars take it am i insulting you yes they want to give you bakshish because they know you will take it and they are also saying to me you will take it away from the book of the holy bible free of charge and the book of the holy bible free of charge is written as a temporary book of charge the Muslims do not say that they are not the Muslims or not the Muslims or the Muslims they are considered these things they are also saying to you and also to the لأنهم يقولون أنتم بكل ثرواتكم بحاجة لأن نقدم لكم كتبنا مجانا لا نريد لها ثمنا منكم. وفي هذه الصورة صور لرسائل كثيرة مرسلة من بلاد غربية إلى السعودية تقول املأ هذا الكبور وتحصل على نسخة باللغة العربية من الإنجيل أي من الكتاب المقدس ومجانا فقط اكتب هذه المعلومات بالعنوان ونرسل لك الكتاب مجانا وبلهجتك المحلية. أنا هنا أقول ما يفعلون وما يحدث منهم ولا أقصد أن أقدم إهانة لأحد. Here look at this beautiful book. On the face of it you see a beautiful Arabic calligraphy, Muslim calligraphy. In English is written Al-Kitab and inside here is written Tawbah. So you think maybe Surah Tawbah. أو زاريك الكتاب العرب في هدل المتقين. This is a Christian literature offering you a free Bible call. They'll teach you the Bible free. You just write to them and they'll send you a free Bible call. This is how they catch unwary Muslims. People who don't know this is the technique of deceiving the Muslims to accept this. Oh I think it's Muslim. Islam Muslim. And there is a free Bible call. Let's see what comes for nothing. Catch unwary Muslim fish. Catch unwary Muslim fish. هذا نوع من الكتب التي يوزعونها للمسلمين. فهذا اسمه الكتاب وعلى غلافه آية من سورة التوبة. عندما تنظر إليه لأول مرة تعتقد أنه كتاب إسلامي. ولكن في داخله دراسة من الإنجيل. يقدمونها مجانا يصطادون بها المسلم غير الحذر. فهم هنا يتبعون أساليب الغش والخديعة والاحتيال التي تؤثر على كثير من الناس إن لم يكنوا حذرين ومحداطين. حلل هم معلوم تريدها. فهذه من إله إغراء. فهرن تريدها. فهرن تريدتها. فهم هناك؟ هذه هل تريد؟ هذه تريدين سورة. فهر تصيير؟ مع المسلمين. هذه كل چهداً. هذه كل درسة. هذه كل درسة. تحين سورة لك تلقى أن تع первوجل. يا. أخذها إلى المنكونات وضعها على المكان. أخذها لأطفالك. لأخذها لأخذها وضعها على المكان. انظروا إلى هذا. كل هذا هو جديد رسولة نتحرك عن تقرير أخذ منك. انظروا إلى هذا. هل ترى هذا أولا؟ لا. لقد رأيتها. هذا كل جديد رسولة. هذه اللوحات المكتوبة بلغة وبخط عربي جميل تبدو لأول وهلة. وكأنها إسلامية. إنها أسلوب آخر. استراتيجية أخرى. للمسيحيين. يصطادون بها المسلم غير الحذر. كما يصطاد السمك. فإنه عندما يراها. يعتقد أنها كتابة إسلامية. ربما يقبلها. وربما يضعها في بيته. وربما إلى جانب القرآن الكريم. هي والكتيبات الأخرى أفاعي سامة في بيوت من يقتدونها من المسلمين. ضد من مرات النسخون بيوت من المسلمين. الأساس بالكن من المسلمين. هذه المو vaccinsة إلى المسلمين العالمين. اما لو أنها ليست جدا. من فالنا من المسلمين. إنها لأسيقانا من المسلمين. إنها أجل هذه الأشياء وعنون المسلمين على المسلمين يدعى سبه فيه أنا أرابي يعرفونها يتأخذها هذا تشبيح نغلقه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتأخذها فيه وفيه أفضل يقول إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم ما تفعل؟ ما تفعله سبكت هذه السبه؟ كيف تقول ذلك؟ الله's kalam وأيضا هذا كتيب آخر يرسل إلى كثير من البلاد الإسلامية ربما لا يؤثر فيكم أنتم لأنكم تجيدون العربية مثلا ولكن عندما يرسل إلى بلاد إسلامية غير عربية ربما يستطيعون استيادة وخديعة أولئك المسلمين لأنهم يضعون على غلاف الكتاب صورة لمسلم يحمل في يده مسباحا يسبح فيه مثلا وعليه آية من القرآن الكريم تتعلق بمريم والمسيح عيسى عليه السلام فعندما يراها المسلم يقول هذه نشرة إسلامية يقبلها أيضا ويضعها في بيته وهي أيضا أفعى سامة أخرى في بيت ذلك المسلم لو عرضت عليكم كل هذه النماذج ربما نظل هنا حتى صباح الغد وطبعا ربما تحدث لكم مشاكل ولكنني سأنهي هذه النماذج بهذا الكتاب هناك ترون على مستقبل هناك ترون في ربما ترون بيئس مسلم من يبدو كثيرا ومشاكل مستقبل ومشاكل مستقبل ومشاكل مستقبل 嘛 you know the hair is coming up to the shoulder it's out of fashion today but this guy here, his body hair up to here we call it zooma in Urdu and the man's name is KK nueve K kalianve his father was a muslim and his mother was a muslim his grandfather was a muslim and grandmother was a muslim his great-grandfather was a muslim, his great-grandmother was a muslim he has now become a murtad and he's now telling you all that you also we must become a christian وفي هذا الكتيب وضعوا على الغلاف صورة تبدو وكأنها لمسلم تقي ورع وملتحي وهذا الشخص اسمه كيكي علوي كان أبوه وجده مسلمين ولكنه مرتد ويكتب هنا في هذا الكتيب أشياء مسيحية ولكنه يضمنها آيات من القرآن الكريم فعندما يقدم الكتيب لأي شخص مسلم سيعتقد ذلك الشخص أن هذا الكتاب جاء من مركز إسلامي فيقرأه بتمعن وربما تقبل فلن يعرف الهدف من ورائه حتى يبدأ ربما في التشكيك وإنما عندما يرى الآيات سيقبلها ويقول هذه هدية ممتازة لا بد أن أحتفظ بها في أعلى رف بين كتبي وربما مع القرآن الكريم توازن extrرح لكم هذا الضيور لذن ننشأ من ساتف أفريقيا ، نستغرم حتى هذه الألاحظة ما ما يقوله محمد فالتباه بيت تناوله محمد بالتباهن من أعلى جيد صحيح في محمد محمد كذلك مع المحمد صحيحه ماذا يكون شخص النام ومسكرا سنوال عظم يمكان وردا على ما يقولون ويفعلون نصدر هذه الكتيبات الصغيرة في جنوب فمثلا كتيب عليه المسيح في الإسلام أو محمد في الإنجيل وإلى آخر ما نجد من الردود نوزعها هناك مجانا لأولئك الناس ولكننا لا نستطيع أن نقضع الآلاف والمئات من الآلاف لنوزعها في هذه المنطقة مجانا إن ذلك يحتاج جهدا كبيرا ويكلف كثيرا وأيضا هناك أشريطة بالفيديو وبالراديو الكثث إنها تسلح المسلم جيدا عندما يطلع عليها ويستوعبها لإقابل في المعركة الكبيرة أولئك الذين يحاولون أن يحولوا المسلم عن دينه ليصبح مرتدا إلى ديانة أخرى ما أريد أن أفعل يا أيها الناس فإن تسلحك مردون إلى مخابلات لا بحضرون ولكن بخذ إعلم تحرير القرآن تحرير هذه المنسة تحرير هذه المساعدة تحرير هذه المساعدة لكي يستطيع أن يساعدوا بردود هذه المشاعدات عندما يحدث في المكان تتحدث الناس عندما يذهبون إلى مدرش وعفر الدعوان الحمد لله بالعالمين وضعوا بدوركم في هذه المعركة الكبيرة عندما يحين وقتها من الذين يخططون لها ضدكم فنشكر لفضيلة الشيخ أحمد ديذات هذه المحاضرة القيمة وما وضع بها ومن خلالها حقائق خطيرة وكبيرة في أي تقصير يصدر منا تجاه ديننا وتجاه إسلامنا وتجاه واجبنا نحو إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وقد أوضح لنا العديد من الأساليب والأفكار التي تستعمل ضد المسلمين فزادت المسئولية وزادت التبعات علينا وها هو يدعونا إلى العمل الجاد وإلى العمل المثمر في نهضة الإسلام والمسلمين فجزاه الله خيراً وجزاكم الله خيراً على حسن الاستماع والآن مع الأسئلة سؤال أول ما رأي الداعية أحمد ديداتي ما يقال عنه بأنه يجعو إلى الطائفية في هذه الأوقات التي تمر بها الدول العربية والإسلامية من حروف ومن حروب وتخلف وهزاء متلاحقة ونعني بالطائفية التفرق بين المسلمين والمسيحيين المسلمين والمسلمين في العالم العربية في موقع عندما تحديد العربية على المسلمين والمسلمين إليه في موقع محلقة عملية ودخلات من الخارج اشتركوا في القناة قبل أنه معني الأنساء الذي كانت المشروبين. فعندما ستعمل في قسم المضينا. أممم أنهم ستعمل في قسم المضينا. وأمم منافسي لا. فيها أنها عمرنا. أنه يتحول على قسمة المضينا. صحابة كانت لنجم42 رجلا وعطفت بأسينيا. ولكن كنت ستجد من أسانيا والمشري ويتيارة العودة. يران إلى مضينا أسانيا يتحولد أسانيا. لده في المدينة،ه memدهذا with the jews, يبدو أنتتتتتتتتتت من المؤسسين، يبدو أنتتتتتتتتت من المناصفين. الآن،هد Vilز على المشركات، هم ي wenigانا من المناصفين، رأس السنوات، فلت يبقى ما أفعلها؟ ما أفعلها؟ محطرت كما؟ تقفى؟ إنه انتنم البداية، لم يمكنك العمل إلىه، يجب عليك وحلم بغضر المسيجر. لكنك تكون مفرضة المعنى، هذا المدرور يكان المدرور كما يقول لك أنه ، بأنه اليوم وهذا المدرور الحديث من يرجع الله ، نعمع سيقول للجهاد إلى اللهم ، يقول أن تفضل ذلك الرجل ، إذا قال له ، بأنني أخبه ، وأخبه ، أنتظر وإنما أخبه ، أنتظر لأراضة إستخفع أنتظر لأراضة إستخفع ما تريد أن تريد ، للماذا لا تريد أن تكون خريفة من الإشراعات إن الإشاراتが هذه المدرورة أن تكون خريفة بالنسبة للمبادئة why don't you opt out of Islam, we can do without you and the rights of you. if it's people like you are keeping us in this condition. امسكilated our people, castrated the people. nothing left in you. no light. الله is telling you وَجَاهِدُوا فِى اللَّهِ يَعْسَقَى جِعَادِي Do jihad in the way of Allah, as you opt for jihad. هو أجتبازم he's chosen you for this. not to sit on your back side and smoking hukkah and somos in Feliz ! لعطئك هنا حسنا شأل هل بتم حتى خافة؟ أفعلني لا نهم لتفضي أحد النبي أكدوم بحثة أحدنا الناس الأشخاص، 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 المنافق كله هو شيء محسنا هذا هو أنه هو سنطلزم فى للجعل إذا كان الناس النج 들어가 بناه هو الحجر في العبد اقول لأخي الكريم الذي وجه هذا السؤال أن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة وهي بلده الاصلي عندما اضطره المشركون الى الهجرة الى المدينة هل جلت هناك واستراح وسعى الى حلول وسط مع اليهود والمسيحيين والمنافقين بالطبع لا لقد استمر في حمل الرسالة لأن الله يأمره بالجهاد لنشر دعوته ونحن اذا كنا نخشى في نشر دعوتنا ان يستاء المسيحيون او غيرهم اذا لماذا نبقى مسلمين هل نخشى ان يغضبوا منا او لا يرضوا عنا بالطبع هذه مخالفة لاوامر الله الذي يحذرنا في الاية البذكورة سابقا باننا ان لم نحمل الرسالة ونجاهد في سبيل الله حق جهاده لنتربص حتى يأتي امر الله معنى الاية لن اذكرها كاملة وفي ذلك المجال سيلحق بنا الدمار من نقمة الله وغضبه علينا واقول لاخي هذا الذي يخشى من استياء المسيحيين لماذا هو يبقى في الاسلام ان كان يخاف على مشاعرهم ليذهب ويصبح مسيحيا مثلهم ان الامة لن تتضرر بان تخسر مسلما لا يغار على الاسلام ولا يقوم بواجبه في حمل الرسالة السماوية السمحة طبعا يعني الشيخ الكريم اشار بالعربي انا ما يعني ما بعيد اللي بحكي بالعربي لان اذكر ادعو لا سبيل ربك بالحكي بالعربي انا موجود لكن هذه ان لم تجد مع اعداء الاسلام لابد من اساليب اخرى وهي الجهاد ايه كمان موجودة القرآن يعني هو اللي بحكي بالعربي انا ما بعيد لان ايات انت عارفين هي سؤال ما هي غدود الفعل لدى قادة الدين المسيحي من خلال مناظراتكم معهم وما هو الاثر الذي تركت تلك المحاضرات في المسيحيين ماذا يخطط الى ربك تحديثين بعد تحديث عنبتهم وما كانت هي الرسول على الاثراتكم ربك تحديث ربك تحديث لا يوجد في تحديث اللي بحكي تزديد ان تركوا المسيحين فقط يتخبرنا ما سواء فَذَكِّر كيف يجب أن تفعله فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَمُذَكِّر فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَمُذَكِّر الذي تشابه رسالها. أعلم attitude يجب ان يتعلم قللهم ، الله أقول هذا يجب أن يتعلم بك ، إلا من تولع و كفر ، لم يجب أن تتعلم الفيات ، لم تتعلم ، فإن الله أُسطى لم يتعلم أنه أُسطى التي تجب أن تتعلم ماذا لم تقلل معك ، إذا قلت أنه قلت، ما قالت هذا ، ماذا قالت؟ قلت أنه قلت يم thirds ، ما قالت هذا ، سيكون أنا ، ما قالت إنهم يقولون أنه يز fragrantعالله وله يقول إن الله ولمسيح بن مريم خوصاا этот意 St��면 أن يقول أنه يصبر الجنب It's an act of blasphemy, intrusion against Allah. وَقَالَ الْمَسِيْحِ بَدْ كَرَيْسِيَدْ يَا بَنِ إِسْرَعِيلِ أَوْشُمْنَ فِي إِزْرَيْلِ لَعْبُدُ اللَّهِ وَشِبْ اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ who is my lord and your lord. إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ whoever will associate anyone with Allah فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ اللَّهُ لِلْمَكْ جَنَّةِ حَرَام فَدَغْمْ وَمَعْوَاهُمْ نَارِ and the fire of hell will be their dwelling place. وَمَعْلِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ and for the wrong girls will be no one to hell. These are verses of the Quran. Allah says to tell them وَلَا تَكُولُ ثَلَاسًا No, you won't tell them. Allah says يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي ذِينِكُمْ You won't tell them that because they are your brother in law. So what are they? Your vassals, your rulers. You are afraid to deliver the message. So these verses should be taken out of the Quran. Put them in a museum. You have a beautiful museum in Kuwait. You know that? Take these verses out and say Look, they shouldn't be there. Because these verses are going to create problems. Allah is telling you to tell him يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ So what is all this for? Why did Allah take the trouble of revealing this to his holy prophet Muhammad? And all the trouble that he took. The misery that he went through. The trouble, the strife he went through for this. But we are not prepared to touch it. Allah says You wait. And we waited. 800 years in Spain you waited. He waited. You waited. Our fathers, our ancestors, our great grandfathers in Spain they ruled there for 800 years. Same type of mentality that you are having now. They had. Their Christian wives, they'll be offended. Their Christian brother-in-laws will be offended. And these Spanish people, what can they understand about Islam? Pig-eaters, wine-bibbers. Allah says no. You wait. And you waited. Waited for Allah's destruction. After 800 years wiped out to a man. Not one fellow was left in that country to give the azaan. What a defeat. What a miscomfiture. After 800 years not one man left in that country to give the azaan. The same thing is happening again and again and again. You don't do your job. Allah says يَسْتَبِّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ He will substitute in your place another people. ثُمَّ لَا يَكُنْ وَمْثَالَكُمْ Then they won't be like you. You wait for that? That's your business. Those of you who have the sins. He says look. When Allah is warning us. He says wait. It is not wait. He's warning you. Get up and do the job. Before destruction comes about and overtakes you. نحن علينا فقط أن نقوم بواجبنا وننقل الرسالة إليهم. أما النتيجة فلسنا مسؤولين عنها. لن يسألنا ربنا إن آمنوا أو لم يؤمنوا. وفقط يأمرنا بأن نبشر بهذه الدعوة وننقلها إلى غير المسلمين. أما أن يؤمنوا معنا أو لا فهذا أمر ربنا فقط. لسنا مسؤولين عن النتائج. أما إن تقاعسنا أو خشينا أمرا أو تخوفنا. وهذا التخوف جعلنا نقعد عن نشر الدعوة. ففي هذا الحال نحن ننتظر أمر الله فينا بمعاقبتنا على عدم حمل الرسالة. ولقد بقي المسلمون في إسبانيا في الأندلس ثمانمائة عام. هناك استقر لهم الأمر. وتوقفوا في وقت ما عن نشر الدعوة بين الفرنجة من أهل تلك البلاد. وحق عليهم قول الله تعالى فتربطوا إلى آخر الآية. وبعد الثمانمائة عام ماذا حدث؟ تم مسحهم من تلك البلاد. ولم يبقى حتى شخص واحد ليعلن الأذانة في مئذنة بمسجد. ألم يكن أفضل لهم أن يستمروا بالدعوة. ليكي يدخل الناس هناك في الإسلام ويبقوا في تلك البلاد. هذه الصورة تتكرر في التاريخ. في أماكن متعددة وفي حقب متعددة. إن لم نقم بواجبنا ونستمر بالدعوة للإسلام بين الأمم المختلفة. فإنه سينطبق علينا أمر الله. فتربطوا وينالنا الخراب والدمار. وتنحسر سلطة الإسلام والمسلمين عن مناطق كثيرة وصل إليها أجدادنا. عندما حملوا الرسالة بإخلاص وإيمان وقوة. السؤال جميع الندوات والمناظرات التي استمعنا إليها تدور مع جماعات مسيحية. ولم تكن هناك مناظرة واحدة مع جماعات يهودية. فما أحوجنا نحن المسلمين إلى الوقوف على الكثير من ادعاة اليهود. قلتي حينما إنهم when the Soviets وقلهم. يسدون أن كل لم أنت يمكن أن تتعلمون من الجضاء. تأتي بإمكانكم الناس. أخبرتم أن يكون هذا الشيء ، لكن يستطيع أن نحطوا الكثير من جوداء. يقدمت العاملين مع الجوداء. هناك حالياً ، هناك حالياً ، لا يمكنك ترى من هذا البناء. إنني أتحدث عنه ، بحق المتحدة في بلدنا في جنة الأشخاص بيننا و التعليقين نحن قرارتنا هذا المدين فلن ترى المشاركين بإذن الأخطاء من الإسرائيلين تتلقى بالفعل بالفعل والأم فلسطينيما والمتالي يحاول التحسير من الإسرائيلين والمتالي والمتالي مع دماغتها تتلقى أنهم يتلقون حقا نحن نحن لدينا عملية في مدارة ومن العالم في العالم في العالم ورقيا في العربية نحن نحن لدينا عملية عملية نريد أن تفعلوا هذه المدارة ومعنا هناك تقبل منه من قليل الذي يقوله عن العملية التي تنزل الى الفلسطين المنزل نحن لم نترك اليهود ولكن الذي يحدث الآن في الناحية الدينية هو أن المسيحيين يطرقون الأبواب عند المسلمين لتحويلهم وتنصيرهم إلى المسيحية ولكن لا نقابل هنا يهودا يدقون يطرقون الأبواب لتحويلنا إلى الدين اليهودي ومع ذلك ففي بلادي هذه النشر مثلا من نشرات كثيرة وبها صورة لجندي إسرائيلي يخطف صبيا من أمه في فلسطين ونبين لهؤلاء الناس في بلادنا كم من الطغيان والقمع والإرهاب يمارسه اليهود الإسرائيليون في فلسطين ضد إخواننا ولقد عممنا ذلك في بلاد كثيرة وبدأنا نوعا من المنافسة والحملات الإعلامية حتى نواجه ما يمارسون ولكن خصصنا معظم المناظرات للمسيحيين لأنهم يقومون بمحاولات كثيرة لتنصير المسلمين أما اليهود لم يأتي واحد منهم يقول لمسلم أنا أريدك أن تصبح يهوديا للديانة اليهودية إنها أمه the picture above and the excerpt in the quotation on the right are from the forthcoming book Arabs and Israel conflict and conciliation I hope the man is understanding what I'm talking here now The title of the book, Arabs and Israel conflict and Conciliation by Ahmad Deedad أنا أتكلم عن كتابة عربي و إسرائيل و أحسن الوصف فهو المترجم في المترجم كان في المترجم كان في المترجم بين المترجم و المترجم المترجم للإسرائيل المباشرة في السوداء في العرب في حيث المترجم في تحديد في منطقة عمره أترى هذا الرجل أجل أن يأخذ هذا لقد كتبت جذابا وهو مناظرة بيني وبين مستشار يهودي في السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا وهنا كنت أتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي فهل هو صراع مستمر أو ستكون هناك مصالحة وقد كتبت ذلك أيام قص اليهود لمدينة بيروت عام 1982 وبإمكان أخي صاحب السؤال أن يطلع على النشرة وأن يحصل على الكتاب ليقرأه ويستوعب ما فيه ليرى ما يدور بيننا وبين اليهود في هذا المجال وفي الأشريطة أيضا شريط رقم عشرة فيه مادة وافية وشاملة حول الصراع العربي الإسرائيلي ولكن لسنا نستطيع في كل مكان وزمان فقط أن نتحدث عن هذا الصراع فهناك حدود للزمان والمكان والإمكانيات وهناك أيضا مسؤوليات أخرى لمن يتصدى للدعوة للإسلام السؤال يقول من هو القصة الذي أسلم على يديك وما هي آخر مناظراتك وهل لديك نية لمقابلة باب يوحمنا رئيس الفاتفان سأسأل من هو القصة الذي كان هو القصة الذي كان يتصدر إلى الإسلام بسرعة منك وما هو التالي لديك وما لديك أي تريد أن تتحدث عن التعرق الى النماء الى النماء الى النماء عن القصة الذي كان مصرم لا أعلم لا أعلم أنا لا أعلم بأسراء من المقابلة عندما يتعين بصف الصوت الخولوني هو اليوم يرى، هل تلكٌ لديت صحيح يبقى التعالى عندما ورللته كان يقال رئيسا يجعله أن يجعله لتعالج من المسلمين عندما إلى نجيريا قالت لن يجعله We must have a dialog with the muslims عندما إلى شهر قالت لن يجعله We must have a dialog with the muslims Now what is this dialogue? What does dialogue mean? Dialogue is a two-way process. You and I two persons discussing the same subject is a dialogue. Did he mean that? No. Actually he is telling his people go and convert the Muslims. That's all. But he uses the word dialogue instead of the word convert. Because if he says convert you are going to take exception. Any Christian Catholic comes along with his dog collar You are going to react and say this man wants to steal our children. But when he talks about dialogue you can't say no. Because Allah tells us to have a dialogue with him. Allah says qul, tell them يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِهِمْ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ So you can't say no. But he is not talking about that. I know that. So I wrote a letter to him. I said your holiness. You are speaking about a dialogue. I am prepared to come over to the Vatican. And we have a discussion about Islam and Christianity. No reply. So I sent him another letter. No reply. I sent him a telegram. No reply. I sent him another telegram. So I get the response. That he is prepared to receive me in private in his secretariat. Private. So I write back to him. I said look your holiness. This is not a matter between Ahmad Didad and the Pope. This is a matter between Islam and Christianity. A thousand million Muslims are on one side. One thousand two hundred million Christians on the other side. Surely they want to know what's going on. What we are talking. So how big is your secretariat. Because the TV networks of the world will want to cover it. The news media of the world will want to cover it. And there are young people from the UAE. From my country. Three plane loads want to come along to attend the dialogue. How big is your congress. Please help me. Give me your zakat. Give me your lilah. Somehow my dignity does not allow me to do that. But since the brother he has that right attitude. It is his duty to go along and involve brother and say look man. This thing doesn't all get out of fresh air. Hundred thousand books at a time. It just doesn't come from fresh air. The people are doing a certain job of work. Let us help this man. And put your hands into your pocket. And whatever you can. Help. The help will be greatly appreciated. But it is not in my nature. To go along while delivering talks. They say look help me. Give me your zakat. And your lilah. And your sadaqa. Something which I can't do. Okay. This is the use of this. The use of these. These are the einstowals. this has a need to be paid to pay me. But I am not in my care. I have not in my care. I am in my care. I am taking that. And I will do it. I ask me to always stand up. And I will do it. I want to live in my care. I can do it. I want to get it. I can feel this. I can feel the love tree. In my care. What should i be there? My wish that I need. In my care. لكنني لن أقف يوما وأقول هاتوا زكاتكم وصدقاتكم حتى أستمر في الدعوة أنا أستمر في الدعوة وأنتم تعرفون واجبكم بأي شيء تعاونون في هذه الدعوة السؤال يقول هذه الأسئلة الثانية سوف نستمر في الدعوة سوف نستمر في الدعوة نعم 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 السؤال الأخير يقول ليا صديق مسيحي وأريد منكم أن توضحوا لي كيف أدعوه إلى الإسلام the last question is that the questioner says he has a Christian friend he wants you to tell him how to proceed in دعوة for him to Islam tell him to get my case and get my book it will do the job for him إن شاء الله واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين الكتيبات والأشرطة تكون وسيلته في دعوة صديقه هذا إلى الإسلام نشكر خذيلة الشيخ على هذه المحاضرة ونشكر لكم حضوركم وأنا أود أن ننبه إلى أن هناك جمع تبرعات للهيئة الخيرية في الخارج وخاصة من السبتاع الشهري فنرجو المساهمة والسلام عليكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر